بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتلي مع بعض الجزء 11.5 لمكره هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن موضوع اسمه Aggregation Models أو نمازج الدمج ساعاته جماعة بيسموا Aggregation Models نمازج الدمج أو Combination والمقصود بها إيه؟ مقصود بها أن القلص الواحد من الممكن أن يتكون من عدد من القلصات الأخرى يعني ممكن قلص يتكون من عدد من القلصات اللي هم في مجموحهم أو تكوينهم يكونوا القلص الرئيسي القلص الأساسي طب نقرأ مع بعض بقولك Aggregation Model شو هاو قلصز إزاي القلصز that are collections اللي بتيتيم تجمحها are composed of other classes يعني إزاي قلص يتكون من عدد من القلصات الأخرى ناخد مثال ناخد مثال عندك مثلا قلص اسمه Patient Record يعني سجل المريض طيب سجل المريض ده قلص طب فيه إيه؟ بقولك من الممكن أن يتكون من قلص الفرعية زي إيه؟ يعني إحنا كلما متفققين أن ال Patient Record لازم يكون فيه إيه؟ معلومات عن ال Patient صح؟ ومعلومات كمان على ال Consultation الاستشارة اللي بيقوم بيها طب ما إحنا ممكن يا جماعة نعتبر أن ال Patient ده كمان قلص وال Consultation ده كمان إيه؟ قلص يبقى ممكن نقول أن السجل أو ال Patient Record أو هذا القلص الوحيد يتكون من قلص الفرعية اللي هي ال Patient وال Consultation جميل يبقى إذن في الحالة ديت قدرنا نقول أن فيها عملت Aggregation أو دمج ما بين الاتنين دول مع بعض؟ شايفين؟ عشان يكونوا مين؟ عشان يكونوا أيوة كمان قلص واحد اللي هو اسمه ال Patient Record طيب أنت بترسم وبتبين كمان أن فيه علاقة ما بينهم عشان تعرف أن دي Aggregation بتعمل إيه؟ بتعمل شكل زي ما أنت شايف كده شكل معين يربط بين كلص والتاني والكلص المكون الصغير يربطه بالمكون الرئيسي ويبقى نوع العلاقة مكتوبة على الطرفين One to One ده معناها إيه؟ معناها أن ال Patient Record دوت يحتوي على معلومات وحيدة بس لل Patient ده يعني مش أكثر من Patient يبقى موال يبقى Patient Record إزاي؟ يبقى سجل مريض واحد إزاي؟ يعني لو إحنا عملنا علاقة One to One شيء معبر جدا هو Patient واحد بس طيب وانتوا مين معناها إيه؟ معناها ممكن يكون السجل دوت يا جماعة فيه أكتر من consultation فيه أكتر من استشارة يعني هذا المريض قام بأكتر من استشارة لكن مسجلة في الريكورد بتاعها في ال Patient Record إذن هذه العلاقات توضح الأجزاء الفرعية ديت إيه علاقاتها بالجزء الرئيسي؟ وهما الاتنون دون مع بعض يكونوا ما يسمى بقابة إيه؟ بال Patient Record فيما يسمى بعملية التجميع على فكرة يا جماعة عملية التجميع ده بيستخدموها للتبسيط عشان يفهموا الدوفولوبر والدزاينر وحتى بعد كده اليوزر يفهم إن فيه أجزاء رئيسية ممكن تدمج مع بعضها من أجل التبسيط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته